تشكو هذه المقاعد من قلة روادها فزوايا هذا المطعم في مدينة غزة لم تعد تستقبل الزبائن كسابق عهدها فالأزمة الاقتصادية المعقدة والمستمرة منذ سنوات ألقت بظلالها على جيوب المواطنين فأفرغتها وعلى القطاع السياحي فأنهكته هذا يعتبر وقت ذروة عندما يكون المطعم يكون مليان بشكل ملحوظ التأثير الاقتصادي على الوضع ومتشايف حال الناس يعني صار الواحد يعمل مئة حساب لما يطلع على مطعم أو يعمل إشي أثر طبعا كله بالسلب علينا على أنت شايف حالتنا كيف عندنا مصاريف عالية بنوفر كل الطاقة الموجودة الكهرباء بتكون قاطعة بنشغل مولدات بنشغل تكييف بنعمل كل الإمكانيات نوفرها نريح الزبائن تابعونا بس في نفس اللحظة في الشمكانيات عند الزبائن أصلا إنها تصال المطاعم قلة الإقبال هي غيض من فيد واقع المطاعم في غزة الذي ما زال يتأرجح بين إغلاق وتسريح للعمال وإنعدام في الأرباح وما يزيد الطين بالله أزمة الكهرباء المستعصية التي أدت لخسائر لا حصر لها أمام زيادة الاستحقاقات المالية الغير قابلة للتأجيل ما أبقى الإعلان عن الإفلاس أو الإغلاقي هو النجاة من هذا الوضع الكارثي المطاعم اللي هي في الأصل إشتر فيه وسياحي إن عدم العمل فيها بالمطلق كان عنا فرعين فرع في الشفا وفرع في السودانية أغلقنا فرع الشفا لأن الحالة الاقتصادية المتردية صارت صعبة على الجميع وبالتالي أغلقنا عشان نقدر نستمر ونحط كل جهدنا في مكان واحد ليس في مكانين سيما أنه كمان صار عندنا نوع من أنواع الخجل أن نروح الموظفين أو نسرحهم وأمام ظروف اقتصادية مرتهنة للحصار وللانقسام وعجلة اقتصاد متعطلة تبعا لذلك سيبقى القطاع السياحي وتحديدا المطاعم أسيرة لإرهاصات الأزمات في قطاع غزة أنصاف الحلول التي ينتهجها الآن أصحاب ومالكي المطاعم في قطاع غزة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية بكافة انعكاساتها لم تعد بمجدية في ظل مؤشرات حالية ومستقبلية لا تبشر بأي انفراجة قريبة أو وشيكة لفضايا النجاح تغريد الأمور قطاع غزة